برفقة 15 عاملة في مركز الحصن لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة أبيان تحاول عائشة مع زميلاتها منح الأطفال في هذا المركز الكثير من الاهتمام خصوصا في ظل التهميش الذي تتعرض له هذه الفئة حيث نال منها المرض وضاعف من حالتها لله الحامد يعني عملوا كل الأشياء أو الخدمات التي تخدم الطفل المعاق باختلاف الأعاقات طبعا هذا يستهدف الأعاقات الأربعة للأطفال المعاقين وكمان يعني نعاني من أن بعض الأطفال نحتاج إلى وجودهم معنا طبعا في هذا المركز ولكن ما فيش معهم وسائل النقل اللي يعني عبارة عن أقر المواصلات هنا في غرفة العلاج الطبيعي تنتظر الأمهات دور أبنائهن في الحصول على جلسة علاج مجانية كواحدة من الخدمات الأساسية التي حرص المركز على تقديمها كما ساهمت في تخفيف معاناة الكثير من الأطفال ذوي الإعاقات الحركية هذا هو بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف وبحاجة إلى أدوات تدليق وبحاجة إلى أدوية لتنشيط الأحصاب وأكثر من خمسمائة حالة من مراحل عمرية مختلفة يتزاحمون للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية في هذا المكان الذي مثل لهم الوجهة الوحيدة بعد تجاهل السلطات لمعاناتهم وعجزها عن تأهيل المراكز التي تعنى برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة لطفي إبراهيم قناة بالقيس أبيان